هو سؤال بسيط بس يا إخواتي ونفسي حدي جاوبنا عليه وربنا يكفيكوا شر المرأة الجميع النهاردة لا فيه حماس ولا فيه صوت ولا فيه أي حاجة لإني أكسم بالله العظيم وحيات الشهر القريم اللي ريحنا فيه دوت أنا نمت في الشوت الأولاني في مباراة ريال مدريد وقادش وم اللي صحيتني وهبلها تقريبا كانت في الجاية خمسين من الشوت الثاني وقالت لي ما ده مش هتتفرج على التلفزيون اطفل التلفزيون ووفر الكهرباء سؤالي هنا هل يوجد سن تقاعد للمعلقين على البينسبورت ولا هم بيفضلوا يعلقوا لحد ما هم يموتوا أو يموتون احنا من الجلطة ما أنا مش فاة أشوف كل الفرق بيعلق عليها مثلا حسن العيدروس عصام الشوالي رعوف خليف حفيز دراجي وهبالك جواب بدأ نيجي النهاردة ألاقي يوسف سيف كسما بالله العظيم بيتحدى النوم بيتحدى النوم أقوى من أي منوم المباراة في اتجاه ويوسف سيف في اتجاه ثاني وعمالي سولف وهبالك تحس ان انت قاعد مع خالتك قاعد مع ستك اللي ما شفتهاش بقالك عشرين سنة عرفنا عرفنا والله العظيم ان ناتشو لي أخي اسمه عليكس فرناندز وهبالك وبعد المباراة ما تخلص هيروح يزوره واخوه نزل في الدياعة سبعين ونتشو جاب جون وهبالك في الدياعة اتنين وسبعين وانت أقسم بالله العظيم لو داخل تصلح ما بينهم ما تعد كده طب يتكلم على المباراة طب فيها جماعتنا يا ري عمالة تحصل والله العظيم صوت الجمهور على منه الراجل بيتكلم في كلام خارج نطاق الكرة خالص وانا مش فهم ايه فكرة ان حضرتك تذكر اسم برشلونة اكتر من الجماهير برشلونة اللي بتتفرج على المباراة يا سيدي والله العظيم تهيقنا وعرفنا يا عم العندلي بنتا ان في فرق بنا وبين برشلونة 13 نقطة وبرشلونة المركز الاول وريال مدريد بيصارع لبقاءه في المركز الثاني بس خلاص بقى بس خلاص بقى مش للدرجات يا جماعة هتقول لنا اي حد الرجل داي علق على دوره رمضانية والله وهنايمهم خلي بقى لك يا عزيز هنايمهم زي ما عملها فيه كسما بالله انا ما شفت الشوت الاول شفت الملخص دلوقتي وهو هبلك حاولت اتفرج على حاجاته ولكن اني معلق ينايمني في مباراة ريال مدريد ومحدش يقولي لا دي مباراة مش مهمة وبتاع لا ريال مدريد لو كان خسر النهاردة وقاتلتكم مدريد تكسب المتش الجاي كان ريال مدريد بقى الثالث بقى الثالث الدوري يا عزيز فخلينا كده نحافظ ان هو يبقى ثاني الدوري ان شاء الله عارفيني عم يوسف سيف ان برسلونة حسم الدوري كلنا عارفين والعالم كله عارف ولكن انا كان نفسي تتكلم على المباراة انت تكلمت عن كل حاجة الا مباراة ريال مدريد وقادش والاسماء اللي انت عملت انطاع ماسمود صبايوس ايه صبايوس وفالفيردا الوادي اسمه فالفيردا علابتو جي والله العظيم خليتني اشك في جنس الوادي فالفيردا وسينسو وطول المباراة مفيش غير الكورة كلها معاه صبايوس وفاسكيز وهبالك صبايوس وفاسكيز وريال مدريد كان بلعب اتنين ريال مدريد كان بلعب اتنين مش عارف تنطق اسامي اللعيبة وعملت سولف وعملت تتكلم في حاجات خارج نطاق كورة القدم خالص تعبتنا والله العظيم تعبتنا يا اخو اتفطرنا رمضان اللي جاية والله العظيم انا مش فاهم بصراحة ليه بيجيبوا في مباراة ريال مدريد برضو مباراة الدور الاول تقريبا مباراة ريال مدريد وقالشي قاعد يقولك يا سلام لو ريال مدريد يخسر وبرشلونة هو ساعتها لو كسب المباراة اللي جاية سيتصدر الدوري اعدت تنقفهم معا؟ اعدت تنقفهم معا؟ اه برشلونة تصدر الدوري ودلوقتي قتلتكم مدريد عمال يلاحقنا وهبالك وحاجة من يلا ستين يلا ولكن المباراة النهاردة كانت مهمة بس انا ما استمتعتش بيها ما اتفرقتش على معظمها والله العظيم ما اتفرقت على معظمها ولكن الملخص بيقول في المباراة ان النهاردة هجوم ريال مدريد وقبلها صنع فرص كتير احنا صنعنا فرص كتير ولكن انهاء الفرص كانت مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ومش هيخفر لها في مباراتك ان شاء الله لو تخطيت تشيلسي ومنشستر سيتي تخطى الباير مونيخ امام منشستر سيتي لازم الفرصة اللي تجيلك تخلصها لازم الفرصة اللي تجيلك تخلص حاجة تانية الناس هتقول لك النهاردة رودريجو تقلق في الناحية الشمال على دماغي وعلى راسي وعلى كل حاجة ولكن رودريجو ما ينفعش يبقى مكان فينيسيو جينيو خلاص النهاردة وانت بتتفرج على رودريجو الواحد قاعد بيفكر اه هوي نعم فينيسيو جينيو النهاردة كان غايب هو والوقت الاسمه توني كروس والنهاردة انشلوتي بدأ بغياب ست لعبين من مباراة تشيلسي اللي هو تقريبا يعني الابا وتوني كروسو وعندك كمان لوكا مودريجو ما شاركش في الاول وهبالك والودي وفينيسيو جونيور ومين تاني يا جماعة والله العظيمة يوسيف سيف يوسيف سيف ناس اهلي كل حاجة ولكن كمان كان فيه كرفخال وكان فيه كمافينجا وهبالك كمافينجا نزل فيه تقريبا الدياعة سبعين او الدياعة خمسة وستين مكان الوادي الاسمه فاسكيس ولما نزل كمافينجا نقل الناحية التانية ناتشو لاني ناتشو بيرتاح في الناحية لمين بس انا كان نفسي بريزي يتفرج على مباراة النهاردة عشان يعرف حاجة احنا محتاجين اظهرة يمينوا وشمال يمينوا وشمال محتاجين اظهرة لقدر الله ان كمافينجا حصل له حاجة ولا كرفخال وغبالك تعصر في شدة شيشة تكفاح جت على صدر وغبالك حصل له اي حاجة ولا اي نيلة ممكن يغيب فانت عندك النهاردة الاظهرة برضو ما كانتش بالقوة بتاعة كرفخال وكمافينجا ولكن خليني افكرك يا عزيزي لو وصلتك هذه الجلطة ما تنساش تعمل اللايك هنا للفيديو اعمل لنا اللايك من هنا للفيديو والله العظيم عشان انا طالع بتكلم على يوسف سيف مش طالع هعمل زيه انا هعمل زيه هو طلع اتكلم على كل حاجة الا المباراة وانا هطلع اتكلم على يوسف سيف وما ليش داعه بالمباراة ولكن انا النهاردة بتفرج لعية النهاردة ان ميليتاو هبالك الراجل خدم استخلص الكرة تقريبا 16 مرة شفت الاحصائية ميليتاو النهاردة كان مركز دفاعيا النهاردة ريال مديد كان ينقصه بس التركيز فيه اللمسة الاخير كان فيه رعونة وكان فيه استخدار نوعا ما وزعلان جدا ان كريم بنزيمة كمل لنهاية المباراة لا منه استريح ولا منه جاب هدف وغبالك علشان يقرب من سباك الهدفين بينه بالليفندوسكو لأي حاجة ولكن النهاردة كريم بنزيمة برضو عمل سنائية جميلة اوه وتفرجت عليها واستمتعت نوعا ما في الدقائق اللي شفت فيها المباراة لقيت ان ريال مديد كان عامل سنائية جميلة جدا ما بين الوادي اللي اسمه رودريجو وكريم بنزيمة ناحية التانية اليمين اسينسو ابتدى يطمنك ان عندنا جناح يمين ممكن حد يلعب في الناحية اليمين هو اسينسو يا اما دي ديكو بس غالبا اسينسو انا معرفش دي المرة الكام تقريبا ساهم في الستاشر هدف السنائية دي واقال اللعيبة في خط الهجوم اللي لعبه عدد دقائي شفت لقطة تقريبا هاذرد انا معرفش نزل امتى ولا هو عايش ولا هو ميت شفت هاذرد بيحجز على الكورة عشان يطلع بها ركنية باصها الكريم بنزيمة هي دي تقريبا الباصة الوحيدة اللي باصة فيها هاذرد كمافينجا لما نزل تحس ان كمافينجا جسمه مفوش عضن والله العظيم الوقت تحس ان جسمه كده كله لحم بسم الله ما شاء الله كمافينجا بيلف لفه كده بنص الملعب فرجت عليه كمافينجا يمتع كمافينجا يمتع العين ويصر النظر وكل حاجة ويتشاوميني يعني انا شايف ان النهاردة ابتدى مستوى يرجع نوعا ما سيبيوس برضو مستوى ابتدى يرجع خط النص النص النهاردة لريال مدريد اي نعم هو مش نفس خط النص الاساسي ولكن هي مباراة برضو مش بكوة تشيلسي ولا حاجة ولا كوة دور الأبطال ولكن خلينا نقول لك قاعدة عشان ما تنسهاش ريال مدريد ممكن يوترك ويخليك تعطي في ايدك ويخليك تتشنك مش في دور الأبطال هتقولي في الأدوار الاقتصائية والله ما في الأدوار الاقتصائية في الليجة الاسبانية تلاقيه أمام قادش تلاقيه أمام فياريال تلاقيه أمام بلد الوليد وهبالك تلاقيه أمام ريال مايوركا تلاقيه فريق مثلا آيل السقوط ورقم 19 واللي عايشين في الدورة تلاقيه ريال مادريد ممكن يتعادل معه وتلاقيه عمل لك فم حاجة كبيرة قوي في دور الأبطال ولكن النهاردة الشوط الأولاني ريال مادريد شوط 6 تزديدات على المرمى بتاعة قادش ولكن حارس المرمى اللي اسمه دي في دخيل الحارس المرمى النهاردة رجعلك النسخة بتاعة نباز 2017 ونسخة إيكر كاسلاس لولا هذا الحارس كانت ممكن المباراة انتهت 3 ولا 4 ولا 5 والله العظيم ولكن في الشوط الأولاني تلاقيه رودريغو بيضيع هذا تلاقي آسينسو بيضيع بس كرة بتاعة آسينسو في الشوط الأول كانت أسهل شوية يعني كريم بينزيما مصلح له وأسينسو يعني تحس ان هو شاطها بنوع من أنواع كده اللي استغطار نوعا ما وهد بلك أو التمثيل أو حاجة يعني ولكن النهاردة كمان كريم بينزيما بيجيب كرة في العرضة في الشوط الأول بيجيب كرة في العرضة في الشوط الثاني الرجل كان متحرك كويس جدا من نص الملعب بيطلع يستلم وكان عامل صنقية حلوة قوي ما أنا متوقعش أن ناتشو يشوت تزديده بالشكل ده أنا لما شفت الكورة اتشاطته يوسف سيف خلاني أفكر في حاجات كتير وسرحت والله العظيم والواحد كده تحس أنه مكانش مركز فيه المبراء أنا قلت التزديده دي ما يشوتهاش إلا تشاومين الشوطة القوية ديت ما يشوتهاش إلا تشاومين لقيت يوسف سيف بيقولك لما أخو نزل تشاومين يجاب الهدف لما أخو نزل شوف 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 يا أخي شوف لك حاجة بقى تحبنا الواحد داخل يتصحر ولا ليه نفس ولا ليه أي حاجة ولكن مبروك لكل من هو مادريدستا إن شاء الله طبعا هي مباراة تحفيزية وتحس أن هي مباراة تأهيلية لأمباراتك أمام تشيلسي وطبعا المباراة الأهم هي في نصف نهائي دور الأبطال ربما نقابل منشستر سيتي اللي النهاردة منشستر سيتي بيقل مجهود بيكسب ثلاثة واحد تلاقي هالند النهاردة بيجيب هدفين وهالند وصل للرقم بتاع محمد صلاح 32 هدف في الدور الإنجليزي لحد دلوقتي أنا بكلمك لحد دلوقتي يا عزيز وعدى الريكروت بتاع كريسان رونالده 31 هدف وقدامه 3 أهداف 3 أهداف عشان يتخطى الهداف التاريخي للبريمير ليج الراجل اللي اسمه أندي يقول والراجل اللي اسمه ألان شيرر علشان هالند يبقى الهداف التاريخي للبريمير ليج في موسم 1 هيبقى جايب 35 هدف هالند قدامه 3 أهداف ويكسر كل الأرقام القياسية بالنسبة للهدفين في الدور الإنجليزي مباراة ما تفرجناش عليها قوي عشان كنا بنتفرج على وداد وعلى دلال وعلى جعفر والعمدة والحاجات ديت يعني فكل سنة وانتوا طيبين جميعا مبروك لكل من هو مدرستة وما تنساش قبل ما انهي الفيديو انك تكتب لنا هالا مدريد دائما وأبدا وآسف أنا مش متحمس خالص النهارة